يتجه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات صارمة على قطاع الغاز في روسيا للمرة الأولى منذ غزو أوكرانيا وكشف دبلوماسيون أوروبيون بأن المفوضية الأوروبية تستعد كجزء من حزمة العقوبات الرابعة عشرة لإصدار حظر على إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال الروسي لدول ثالثة عبر موانئ الاتحاد الأوروبي تطمح موسكو إلى مضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات بحلول العام 2030 وذلك بهدف تحقيق عائدات سنوية بقيمة 35 مليار دولار لكن هذه الطموحات تخنقها العقوبات الغربية فكيف يحدث ذلك في مجال الغاز في القطب الشمالي لطالما كانت روسيا تسعى إلى زيادة حصتها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال خاصة بعد انخفاض صدراتها عبر البر إلى أوروبا إلا أن العقوبات الغربية تخنق من طموحاتها وفق أحدث تقارير لبلومبرغ إذ منعت العقوبات الأمريكية المفروضة على مشروع أركتيك الان جي تو تصدير الغاز الطبيعي المسال أدى ذلك إلى تعطيل خطة روسيا لزيادة حصتها في سوق الغاز العالمي هذا فضلا عن امتناع دول أسياوية مثل الصين والهند عن شراء الغاز من المشروع حتى مع وجود خصومات خوفا من مواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية إلى جانب ذلك تواجه سفن الشحن المتخصصة والمكلفة التي يتم بناؤها خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال من المشروع قيودا بسبب عدم قدرتها على إيجاد مشترين أو مؤجرين ما أدى إلى تعطل مئات الملايين من الدولارات المستثمرة في تلك السفن وفق تقرير لبلومبرغ أيضا قد تؤثر العقوبات الغربية المفروضة على مشروع أركتيك الان جي تو على خطة روسيا المستقبلية مثل مشاريع الطاقة الروسية الأخرى يامال واسخالين تو ترجمة نانسي قنقر